تفاصيل بقى أول مقابلة مع محمد صلاح إيه بقى اللي حصله وإن شفته قدام محمد صلاح بصراحة يعني شخصية جميلة جدا يعني إنت كفي المنتخب جواه ما تقولش إن ده نجمي ليفربول لا يعني إن الدواء الجديد بتحصل عليها لا لا هادي جدا ومحترم ومتواضع مع الناس كلها شخص محترم جدا لما شفته قدامك كان في يوم من الأيام من من الأهدف بتاعتك إن إنت تبقى مع محمد صلاح أنا كاتبنيت حياتي إن أنا لعب معنا وربنا كرمني طبعا قلت له إيه أول لما شفته ده لأ أنا طلبت منه اتشيرت بس أول حاجة بعد كده يعني يعني شخص محترم جدا في الملعب بيساعد اللعبة كلها صبرت اليوم على طول ده لأ يعني شخص جوايز جدا عايز أخدك بقى بعد انضمامك للمنتخب ابتدت الناس تقول أحمد ياسين جاي له عروض من الأهلي ومن الزمالك ومن بيرامدز وعروض الاحتراف أخدك الأول بعروض الاحتراف فعلاً جات لك عروض جات حاجات بس في النهاب يعني كله في النهاب بس النهاب بس الناب канале بس رافض الرفض الفترة دي في أنا يردات رافض ان يتكلم اي حاجة أصلا وانا أنا أتحت أمر الناد في أي حاجة يعني سات اللي هو بولك يعني سات اللي هو كابتن خالد والسيس محمد يعني بصراحة من بيتكلم معاه على طوله كابتن كريم لا عادي مفيش حاجة عاودوا أكمل في النادي بصراحة النادي كويس جدا يعني نادي البنك الاهلي منظومة كبيرة جدا يعني عايز اقول للاحظاتك اهلي زمالك بردو من اتزال البنك عايز ااخد برضو من كلامك انا مش قول لك اندية بس من دوريات ايه الارودي اللي جات لك والله او في حاجات في اوروبا وفي حاجات في الخليج بس ربنا ايكرم دوري فرنسي اه ربنا ايكرم مش اعلم بس ربنا ايكرم بقى الفترة الجاية واهم حاجة الواحد يستمر على المستوي يعني ويطور من نفسه بس الاهلي فوضك الفترة اللي فاتت يلك واليس نا كل حاجة في النادي والله يعني فيه كلام في النادي معرفش يعني فيه كلام كتير بيطلع بس كل حاجة في النادي بس ما فيهش حد بمسؤولين في النادي الاهلي يكلمك لأنه كلمي لشكل شخصي لا مافيش بس فيه في النادي يوصل لا معرفش ماعرفش بصراعي كذا حد بيتكلم في الاهلي وزمالك وبرامز وك söyle كده بس مافيش حد كلمك انت بشخصك ، احمد لا لا وعرفت برضو مفوضاتنا دي برامتز في يناير كابتن يا ابطلبك كل حاجة في النادي اه والله يعني انا بقولك انا في النادي تحت امرهم يعني مش بقى يعني كنادي البنك انا مش بخون نادي في اي حاجة نادي يعني اللي فيه مصلحتي هو بيعمله بصراحة الفترة دي احمد ياسين حابب ان هو يكمل فيها ويسبت اقدامه في الدور المصري من خلال البنك الاهلي ام لو فيه عرض كويس يقدر يحترف فيه او لو فيه عرض محلي جاي دي يقدر ينتقل ليه والله السنة دي ان شاء الله انكمل مع نادي البنك وعقد الرأي سبت يعني الناس كلان احمد السن ده مدفع كويس مش مجرد انه لعب ماطشوني ثلاثة كويسين لا يبقى السيزون كله ماشي بشكل كويس دي طبعا تفرق معاك ان انت طول السيزون ماشي بشكل كويس طبعا في ليفن معين بتفرق مع لعب الكورة طبعا وان شاء الله ربنا يكرم تموحاتك الاحترافة من البقاء في الدوري المصري ربنا يكرم طبعا لو فيه حاجة بره ان شاء الله بإذن الله اه درا طلع بإذن الله